بالحديث عن المنتخب أنا كنت قلت لحضراتكم بارح كابتن حسام حسن لأسف الشديد وكنا أول برنامج كمان يتكلم عن ده لأن مبارح الخبر كان قبل تلوع البرنامج دريباً بتلات أربعة ساعات الموضوع كان يعني لسه حاصل كنت بقول لحضراتكم كابتن حسام حسن تعرض لأزمة صحية كانت مفاجأة وده كان بعد حضوره مباراة الزمالك والإسماعي وزي ما كنت بقول الناس قالت لك ده اتنقط بعد ما شاف المباراة اللي قال لك لا ما لهاش علاقة هو عنده سترس يعني كلام كتير اتقال بغض النظر بس هو كان خرج من المستشفى وبعد خروجه من المستشفى قلنا انه هو حيرتاح شوية لا ده راح وحضر مباراة سيراميكا وجونة يعني رغم كمان التوصية من الدكاترة قالوله لا انت لازم ترتاح شوية بس يعني أنا على فكرة بشوف ده برضو ان كان شوية فيه بشول استهتار بالصحة بس الواحد لازم برضو يخلي باله من صحته بس كون برضو كابتن حسام رغم انه هو الدكاترة وصيته انه هو يرتاح شوية لا هو مصمم انه هو ينزل أنا بشوف ان ده بشير جيدة جدا وباي دا وي او بالمناسبة يعني مش هتلاقي مدير فني اجنبي قوي عنده الصفة دي اللي هو الخوف قوي على اللعيبة على المنتخب وعلى شغله انه هو عايز ينزل وشوف بعنيه وما يفوتش مباراة ويقيم اللعيبة مش اي حد ممكن يعمل كده الناس التانية ممكن تقولك لا انا جاي هنا بعقد معين كسبه خسره مش عارف ايها طبعا بيبقى عايزين ان هما ينجحوا في التجربة بتاعتهم بس ما يبقاش عندهم الحتة دي قوي ما يجيش على نفسه عشان المهمة المكلفة لي لكن لما يبقى في حد محلي بتفرق يا جماعة وقلنا الكلام دا كتير المحلي برضو بيفرق على الاجنبي بمراحل فانا اتمنى كل التوفيق وحمد الله على سلامة تاني كابتن حسام لكن هو يعني كابتن حسام برضو طمن كل مسؤولي اتحاد الكرة وقال ان هو اصبح بصحة جيدة يعني وتحسن بشكل كبير جدا ان الناس اكيد كانت قلانة والجهاز الفني كمان الجديد للمنتخب كان حريص خلال الايام اللي فاتت ان هما يحضروا كمان اكتر من مباراة في بطولة الدوري عشان يختاروا بقى او الوقوف على اسماء اللعيبة والوجوه الجديدة اللي حيتم استدعائهم لمعسكر المنتخب اللي حيكون الشهر القادم في شهر مارس المقبل ده استعدادا طبعا لدورة الامارات الودية اللي هياخدها مع منتخبات بقى تونس وكرواتيا ونيو زيلاند كل التوفيق اللي انتخب كل التوفيق لكابتن حسام حسن